فأنا اللي عايز أقوله بس بأكد بأكد على حكاية التناغم دي ليه لأن أنا ملاحظ أنا بشكل شخصي أنا بقالي سنين طويلة جدا يا جماعة في المجال الخاص بالإعلام الطبي الاجتماعي الخاص بالتوعية ابتديت ألاحظ في السنوات الأخيرة إن طلع أجيال من الأمهات يا رب يا رب ما يكونوش كتير بس ابتدى بالبلدي كده يبقى خلقهم دايق قوي مش عارف ليه الحقيقة اللي هو مش عارفين هو بيعاية ليه مش عارف أنا متضمرة نفسيا ومصطلحات بقى اللي هو من نوع ده أنا متضمرة نفسيا أنا مش عارف إيه أنا هتجنن أنا منهارة أنا مش عارف يعني فيه استخدام لمصطلحات أنا لا أنكر أنا الأمومة مجهود كبير جدا بس مين قال إن المجهود ده ضايع أو مين قال إن ربنا سبحانه وتعالى مش مش هارفك بهذا المجهود ده شرف كبير أو ربنا متأكد إنك أدر على هذه المهمة النبيلة الشريفة فخلي بالك من الحكاية دي فأنا بقول التناغم ده ليه عملين لو لاحظته عمالة كرر موضوع التناغم وفهموا طفلكو واتصرفوا بهدوء وطولوا بالكو ليه علشان فيه أمهات اللي يوه أنا مش فاهمة وعايز إيه ومش عارف إيه أنت بتعيط ليه فأنت بيحصل لك الحالة دي وهو بيزداد في العياط إيه المحصلة يعني ولا حاجة فإنما اللي عايز أقوله إن الاهتمام كل ما زادت درجة التفاهم وفهم احتياجات طفلك كل ما قال لبكاء الطفل أو حتى تعبيره عن غضبه وبالمناسبة وأرجع وأقول لا يجب لا يجب إن إحنا يعني لا يجب إن إحنا نترك الطفل يبكي لفترات طويلة دون إزالة سبب البكاء ده مهم أو يا جماعة مهما كان السبب ده زي ما قلنا تافه لإن ده بيخلي الطفل ده عرضة للدخول بعد كده في نوبات غضب متكررة في عمر أكبر هيكون خلاص هيكون استوعب إن دي الوسيلة اللي بيعبر بها عن نفسه وعن غضبه تمام